أنت تشعر أن يختلف الموضوع لو كان رينارد ومساعدة؟ بالعبسة أعتقد أنه قرار جدا جميل وذكي أصلا من رينارد ويكون أنه يختار مساعد ويدرب هذا الفريق يا جماعة سعود عبد الحميد هو كابتن الفريق سعود عبد الحميد كابتن المنتخب الحالي في كأس العرب سعود عبد الحميد في المنتخب الأول يعتبر من أصغر اللاعبين يعني أو يعتبر من اللاعبين اللي يعني يعتبر الناشئين أو الصاعدين يعتبر يعني شايف الخلطة قديش أبو محمد قال كلام جميل جدا يجب أن يتغير مفهوم الجمهور ترى إحنا الآن نعيش في مرحلة مشروع رياضة مشروع رياضي كبير وعام لا يشمل فقط كرة القدم يشمل جميع القطاعات الفكرة عندنا لازم يتغير ترى كأس الخليج سيدها الكويت كأس العرب سيدها العراق إحنا ما تسيدنا هذه لكن تسيدنا أسيا وقاعدين نروح كأس العالم خمسة مرات وراحين بإذن الله للسادسة هذا التحضير للبطولات القارية والعالمية اللي احنا نحتاجها فأعتقد أنه يجب الجمهور يستوعب ويدعم مثل ما قال أبو أحمد الآن فريق أنا قاعد يلعب وقدم مباراة عظيمة أمس قدم مستوى فريق يعتبر أولمبي مع فريق أول في الأردن المنتخب الأردن اللي يمكن آخر يعني عشر سنوات تطور كبير هذا المنتخب الأردن الأول هزم المنتخب السعودي الأول في كأس عاسيا لو نذكر هو المنتخب السوري فإحنا لازم نتماشى مع العقلية الاحترافية الجديدة اللي تمشي فيها القيادات الرياضية اشتركوا في القناة